يحتفل العالم في اول يوم اثنين من شهر اكتوبر باليوم العالمي للإسكان وهي احدى المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الامم المتحدة واحتفل فيها للمرة الاولى عام 1986 بهدف بيان اهمية المأوى والسكن للانسان هنا في الكويت دعت الكثير من لجان المناطق منها جنوب سعد العبدالله السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الجدية في معالجة الملف الاسكاني وتحرير الاراضي وتوفير احتياجات الاسرى الكويتية للسكن الملائم لتتمكن من الاستقرار ومواجهة غلاء الاجارات والمعيشة الذي ارهغ كاهل الشباب في ظل انتظار طويل للحصول على السكن الملائم تجاوز الطلبات انتظار المواطنين لحق الرعاية السكنية لأربعة وتسعين الف طلب اسكاني متراكم مما يشكل مشكلة تعاني منها أربعة وتسعين الف اسرى كويتية من دون سكن ملائم في ظل وفرة مالية ضخمة تتمتع بها الكويت وهذه القضية تعتبر قضية الاولى في الكويت وقضية نعتبرها الآن حنا مفتعلة من قبل بعض المتنفذين من التجار وفي دعم الحكومة ولدولة نفس الكويت فيها والله الحمد يعتبر ثالث اقوى صندوق سيادي في العالم ولديها الاراضي الكثيرة تعاني من ازمة اسكانية الخل الموجود في الادارة حل القضية الاسكانية بإقالة جميع العاملين على وزارة الاسكان المدرى خصوصا والمتنفذين لأن السبب واضح شنو قضية جنوب سعد العبدالله من 2014 إلى الآن 2022 وصلنا عليها قضية كلها تحت الدراسة وكل يوم يطلع لنا عائق هذه شيء فشل شيء للأمان يفشل ولكن احنا الآن أملنا معقود برئيس الحكومة رئيس الوزراء الآن بصمته واضحة واجتماعاته واضحة ولذلك يا سمو الرئيس احنا أملنا بالله سبحانه وتعالى ثم فيك احنا أملنا بالله سبحانه وتعالى خاب أملنا بالنواب خاب أملنا في الحكومة بشكل عام ولكن يبقى الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في سموك سؤال موجه معالي الوزير الاسكان شايع الشايع سبق وانصرح بتلفزيون دولة الكويت أنه راح تم توزيع المنطقة على المخطط شهر ثمانية عند إزالة المعوقات وتمت إزالة المعوقات بالكامل فهناك أكثر معامة استفهام لماذا لم يتم توزيع المنطقة إلى هذه اللحظة عدد طلبات الاسكانية وصلت إلى 94 ألف طلب وتقريبا إذا عملنا حسابنا تقريبا معدل الأسرة سبع أفراد أنت قاعد تكلم عن 658 ألف فرد كويتي متضرر من القضية الاسكانية فمدة انتظار الأسرة الكويتية لحق السكن المناسب والذي كفله الدستور الكويتي والقوانين تمتد إلى أكثر من 25 عاما وهذا الأمر يتسبب في أضرار اجتماعية ومادية ونفسية لأفراد الأسرة الكويتية عدم توفير سكن الأسرة لسنوات طويلة أحد أهم أسباب عدم الاستقرار الأسري ومن أكبر المشاكل التي يواجهها المواطنون ارتفاع أسعار الإيجارات التي تلتهم الجزء الأكبر من المصروفات الشهرية للمواطنين فهد زايد لقناة اي تي في العدالة